تباين مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية الامريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في العديد من القضايا سواء داخلية او التي تخص العالم هذا التباين ظهر في رؤية كل منهما لقضايا الشرق الاوسط فاذا نظرنا الى العراق مثلا تقدم كلينتون استراتيجية للتعامل مع داعش تعتمد على زيادة العمليات الاستخباراتية والضربات الجوية وشن حملة برية تدعمها قوات امريكية خاصة يقضها العراقيون السنة والاقراض وتضم شركاء اوروبيين ودولا عربية والعمل على قطع تمويل التنظيم وشبكاته كما حملت حكومات نور الملكي المتعاقبة مسؤولية تهميش السنة بينما يؤيد ترامب استخدام عدد محدود من القوات البرية الامريكية وقصف حقول النفط العراقية لقطع موارد التنظيم لكنه يريد ايضا ان يزود العراق الولايات المتحدة بتريليون وخمسمائة مليار دولار امريكي من عائدات النفط لسداد تكاليف الحرب ويعتبر ان الغزوة الامريكية للعراق كان خطأة منتقضا سياسات باراك اوباما وهيلاري كلونتون هناك قائلا ان سحب القوات الامريكية من العراق في عام 2013 اتح لتنظيم داعش النمو وخالص ترامب الى ان سياسة واشنطن في الشرق الاوسط ادت الى كارثة قبرى وفيما يخص القضية الفلسطينية تدعم كلينتون التحالف القوي مع اسرائيل وقالت انها ستلتزم بامن اسرائيل من خلال توفير الدعم الدفاعي لها وتؤيد حل الدولتين لكن دون رؤية واضحة وفقا للمحللين اما ترامب فشدد على دعمه الكبير لاسرائيل كشريك عسكري واقتصادي ويؤيد تحالف الوثيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو لكنه لم يكن واضحا بشأن رأيه في انشاء دولة فلسطينية وحول العلاقة مع الخليج العربي ترى كلينتون ان دول الخليج شريك مهم للولايات المتحدة من النواحي الامنية والتجارية والدفاعية وشددت على التزام واشنطن بحماية دول مجلس التعاون الخليجي ضد اي اعتداء او تدخل ايراني مؤكدة ان دور السعودية اساسي في القضاء على داعش وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعتبر ان الولايات المتحدة ملتزمة بتحالفاتها في المنطقة بينما يتبنى ترامب رؤية اخرى تقول انه يجب على الولايات المتحدة اعادة نظر في تحالفاتها مع دول العالم بما فيها بلدان الشرق الاوسط ترامب كان اكثر وضوحا فيما يتعلق بالاوضاع في اليمن حيث اكد ان ايران استخدمت الحوثيين في اليمن من اجل تهديد المملكة العربية السعودية معربا عن السياه من قيام امريكا بغض الطرف عن تلك التدخلات التي تقوم بها ايران لافتا الى ان الولايات المتحدة فعلت كذلك حتى لا تعرقل الاتفاق النووي مع تهران اما كلينتون المنغامسة في اوضاع الشرق الاوسط بحكم كونها وزيرة خارجية سابقة لها تصريحات سابقة عن الازمة اليمنية منذ عام 2010 حيث صرحت وقتها ان الاوضاع في اليمن تهدد لاستقرار الاقليمي والعالمي مشيرة الى ان واشنطن تتنبأ بعواقب عالمية وخيمة جراء النزاع المسلح في اليمن بين الحكومة المركزية والمتمردين الحوثيين فضلا عن النشاطات الكثيفة لتنظيم القاعدة هناك لقناة الاخبارية شادي انور